درسنا اليوم passive، خلاص؟ هسا كلكم شو بتحكوا؟ بتحكوا أستاذ مش passive، أخدنا فصل أول؟ آه، أخدنا فصل أول صح، بس أخدنا فصل أول منه هالقدة، هالقدة، وحجمه الطبيعي هيك، عملاق، فاسا شو بدي يصير معنا؟ رح أذكركم بإشي أخدنا بالفصل الأول عشان طلابنا الجداد، إشي أخدنا بالفصل الأول، بعدين بتفتح المادة، بطلع منه أنواع، بطلع منه حالات عكسية، بطلع منه شغلات كثير، أوكي؟ معتوا درسنا passive، لأخدتوا فصل أول قطعة صغيرة، اليوم ننكبره، طيب، فيها توجيه نظرية، أعلمتكم إياها الفصل الأول، خلاص؟ مضطر عيدها، ساعة شا عندي ناس جداد، هادا النظرية بتخليك تحول كل شي بالحياة، من active ل passive، بدون دراسة، تسميتوا آخر كلمة، حلوة آخر كلمة، عيدها، بتعلمكم نظرية، ده فيمتورة، تفهموا إن شاء الله، بتخليكوا تحولوا كل شي من active ل passive، وبدون ولا إشي دراسة، يلا خلينا نشوف شوها، النظرية هادا بتخليك من دون ما تدرس تحل كل شي، شوف، كلكم تعرفوا إنه an و is و are مضارع، ماشي؟ معروفة طبعا، كلكم تعرفوا إن was و where ماضي، وبنعرف كلياتنا إنه b فعل مجرد، وبنعرف إنه b اللي هو عبارة عن التصريف الثالث، هذه التعتبر بها دهيات في الحياة، مضارع، ماضي، مجرد، والبين تصريف الثالث، طيب، فيه واحد اختنع نظرية، اسمها نظرية الرحيل، نظرية الرحيل، هادا النظرية شو وظفتها بالحياة؟ وظفتها تحول أي إشي من active ل passive، وزي ما اتفقنا بدون دراسة، شوفوا كيف، نبدأ شوي شوي، لو جي بدي أعطيكو خمسة أمثال، حاد ما تنزق بعقلكم، لازقاط خلاص، بكل انتهى الشرح، يلا نبدأ، will eat، شو بيحكي هذا الزلم يختار من النظرية؟ بيحكي، بتدور على الفعل الرئيسي، بتدور على الفعل الرئيسي، دائماً أفعل مساعدة، اللي على اليمين، اللي هو عبارة عن فعل الرئيسي، صح؟ طيب، بتأخذ الفعل الرئيسي، بتدرحله، اسم النظرية نظرية الرحيل، نيح بتأخذه، بتدرحله، إذا واحد برحل من بيته، بتأخذه، بتدرحله، دائماً، سمعتوا الكلمة مش أحياناً، دائماً عشكل تصريف تالت، فبتأخذ الفعل الرئيسي، هذا المساعد هذا الرئيسي، بتأخذه، بدي رحله دائماً عشكل تصريف تالت، فبترحل إيت، شو بتصير؟ إيتم، أوكي، رحلة، حسن ما إيتم رحلت مش بيتها فضي، حسن توجيه لما واحد يرحل من بيته مش بيته بفضة، هذا البيت صفه فاضي، لازم أجيب واحد يستأجره، واحد يعيش فيه، طيب، أي واحد بجيب واحد من هدول الأربعة، هاي المستأجرين، فيش غيرهم بالحياة، نيح؟ طيب، أي واحد هم أربعة، صح؟ بتجيب حسب نوع إيت لما رحل، بتجيب المستأجر حسب نوع إيت لما رحل، طيب، مش ورا ويل مجرد، مش إيت فعل مجرد، مين مجرد؟ بي، بتحكي تفضل يا بي، لقيت لك بيت، تيجي قال الله أنت حاطت هنا في البيت الفاضي بي، شو صارت؟ صارت ويل بي إيتن، هاي باسف، شو تناسلها؟ ويل بي إيتن هاي باسف، كمان مرة، نفسها بدعيدها عشان تلقطوها، ويل إيت، بيجي الفعل الرئيسي بتأخذ وبيد رحله على شكل إيتن، مع السلامة رحلها، نوعه لما رحل كان مجرد، بتجيب محله فعل مجرد، هي بتصير ويل بي إيتن، وانتهينا، ميح، بعدين لازم أفعالكم تزيد واحد، شو أنا أفعالكم تزيد واحد؟ يعني ويل إيت كانت تنين، لما صارت باسف صارت ويل بي إيتن، صارت ثلاثة، فلازم تزيد واحد، ليش تزيد واحد؟ انت جبت واحد مستأجر من برسك كانت جوا بيتك، صح؟ فيا توجيه، الله يرضى لكم من دلائل الحل الصح، من دلائل الحل الصح، إنه الباسف لازم ينتهي دائماً بتصريف ثالث، دائماً، فيش مجال، زائد، الأفعال لازم تزيد واحد، يعني الواحد بيصير تنين، التنين بيصير ثلاث، الآن بيصير أربعة، منيح؟ يلا كمان مثال إيت، إيت، هسه قبل ما أحلها، من علامات الحل الصح، هادي واحد بيصير اتنين، ما صارت اتنين، أنت ما أخذ سفر، منيح؟ زائد لازم تنتهي بتصريف ثالث، يلا نبدأ، بترحل إيت، بتصير إيتن، كله بيصير تصريف ثالث إيتن، مع السلامة، طيب لما رحلت إيتن إيت، شو نوعها؟ نوعها ماضي، إذن شو بحط محلها يا واز، يا وير، فش بتصير؟ واز وير إيتن، أكيد حل صح مية بالمية، ليش؟ لأن الواحد صار تنين، واز وير إيتن، ونتاب تصريف ثالث، مزبوط؟ يلا كمان واحدة، إز إيتن، إز إيتن، إز إيتن، توجيه إز إيتن، وين الفعل الرئيسي؟ هانا بسألكم، وين الفعل الرئيسي؟ أعطيكو احتمالات إز لحالة؟ إيتن كله ياتا ولا إيت؟ يلا هي أعطيتكو الاحتمالات؟ إز، ولا إيت، ولا إيتن؟ تمام؟ إيتن، إيتن، يلا هيبدأ عصب عليكم، يلا شوفوا التعصيب، إز فعل مساعد، ولا حدا ما يختلف فيه، الفعل الرئيس إيت لحاله، توجيه الفعل الرئيس إيت لحاله، بتاع فلاش إيت لحاله؟ إيت لحاله، لأنه الإين جي إضافة، طول عمري أنا إياكم نحكي حط إين جي، زيد إين جي، صح؟ الإين جي تعتبر قطعة زيادة، معناته، الفعل الرئيسي هو إيت، إز فعل مساعد إيتن، إضافة الفعل الرئيس إيت لحاله، بس القطعة إيت، طيب، إين جي زيادة، ترحل إيت، بتصير إيتن، أوكي، باي مع السلامة، راحت إيت لحالها، شنوها لما رحلت؟ مشتور حياته مع الإين جي مجرد؟ عمر مع الإين جي ما بلزق إلا مجرد أصلا، فإذا رحلة إيت صارت إيتن، نوحة مجرد، شو بجيب؟ بي، فشو بتصير الباسف؟ إز بيينج إيتن، هاي باسف، شفنا أسألها؟ إز بيينج إيتن، يلا كمان واحدة، كمان واحدة، لو إجانا بالامتحان، واز إيتن، واز إيتن، يلا وين الفعل الرئيسي؟ إيت، لحالها، ترحل إيت، بتصير إيتن، نوحة لما رحلت مجرد، شو بدها؟ بي، فشو ما نحط؟ بيينج، صارت واز بيينج إيتن، وأكيد حلنا صحي، التنين صاروا ثلاثة، مزبوط؟ طيب، تعالوا له هذه، هاف إيتن، هاف إيتن، يلا وين الفعل الرئيسي؟ ايت ولا إيتن؟ طيب، الفعل الرئيسي إيتن، ها سؤال بيحكي أنت بتمزح معنا، مرة بتحكي إيت، مرة بتحكي إيتن، لا توجيه، مش ما في مزح هاذا أعلم، الـ ing إضافة، في الفعل الرئيسي إيت، هنا في فعل اسمه إيت، إيتن، في فعل اسمه إيتن، هاد فعل كامل اسمه إيتن، حقيقي، فبترحل إيتن، بتظلها إيتن، ما هي نفسه تسريبه، تصريف ثالث. طيب باي مع السلامي. شنوها لما رحلت؟ تصريف ثالث. شو ما نجيبه لها؟ بين. فبتصير هاب بين ايتن. وجوز متذكرين من الفصل الاول مش متذكر يسمع هسه. دائما يا توجيه اسهل طريقة للتعامل مع هاب وهاز وهاد. تبهولها. اسهل طريقة في الباسف مع التعامل مع هاب وهاز وهاد دول تلاتة بالذات. ولا ايشي. بس ارموا وراهم بين. جاهزة بتكون. نيح. يعني ايجاك في الامتحان. ويل. هاب ايتن. مش هاد اسموه. فوتشر بيرفكت. اخطوه فصل اول. صح؟. لما اشيطوا عن نظرية الرحيل. ترحل ايتن بتصير ايتن. نوحة لما رحلت تصريف ثالث. شو بدها؟ بين. صح؟. فبتصير ويل هاب بين ايتن. طب عادي فيه طريقة اسهل. بس هاد خاصة بس. هاب وهاز وهاد. فيه اشي اسهل من الرحيل. فهونا ويل هاب ايتن. اسهل اشي للتعامل مع هاب وهاز وهاد. بس ارموا وراهم بين. بتصير بس بالحال ها. وانتهت كل حكاية. نيح. لابسي عندك ويل هاب بين. ايتن. انتفقنا؟ طيب. بده ارجع هسا يتوجيهي. تمام. طيب. بدي ارجع للجدوال. هسا من نمر عا كل الازمنة. خلاص؟. من نمر عا كل الازمنة الموجودة عندنا. يلا نبدأ فيهم. المضارع. ايت او ايتس بترحل بتصير ايتن. نوعها مضارع. شو ما نجيب لها؟ يا ام. يا از ار. مختار ام از ار حسب نوع الفاعل. حسب نوع الجملة. طيب. ايت بترحل ايت بتصير ايتن. نوعها ماضي. يا واز. يا وير. ملاحظين واحد صار اي 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 طبيعي الوضع. طيب. will be eating will be eating. هيا بترحل eat بتصير eaten. نوعها مجرد مع ing بجي b بتصير being هاي being. بعدين بنزل will be هسا في طالب مستغرب انه b وراها being. جماعة لا تستغربوه. طبيعية هادة. حيكوش طبيعية ال b موجود من بيت اهلها اصلية. وفي ال b تبعات ال passive. ما تستغرب ووضع طبيعي هيك اللغة. فإذا كله على القوانين بترحل eat بتصير eaten. نوعها مجرد بجي b بتصير being. وبنزل will be. ما بحث في اشي. نهائي. هاي ثلاث سهل وأربعة. أسهل طريقة للتعامل مع هاذ وهاز وهاد وهاذ هيا هاذ 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 ارموها راهم بين. أسهل من الرحيل. بتصير have has been eaten have been eaten. ولا have been eaten. حبيت تحلها الرحيل تسكي. صح. بترحل eaten بتصير eaten. نوعها تالت بعطها بين بنزل هاد. ما فيها ولا اي مشكلة. طيب. تعالوا لتحتيهم. شت تحتيهم. هدول المودلز. المودلز. will, would, shall, should, can, could, may, might, must, have to, has to, had to. بوجي لو ايجاك ها. will eat. will eat. بترحل eat بتصير eaten. نوعها لما رحت مجرد. شو بدها? be. شو راح تصير will be eaten. صح؟ طيب would eat. would be eaten. could eat. could be eaten. should eat. should be eaten. have to eat. have to be eaten. دير بالكو. have to غير عن have. have لحالها بترمي بين. have to لا. لازم تحط ورها be مع تصريف تالت. هادي مودل. صح؟ معناته مش مش تاهلة. will eat. بتصير will be eaten. should eat. should be eaten. مص بيتن. كلياتها. بتلاقي المودل مع انفينيتف. زي will eat. تصير will be eaten. should eat. should be eaten. ما عليك راتحط به مع تصريف. تالت. اتفقنا. طيب توجي هذا اللي عملته أنا وياك. اسمه نظرية الرحيل. بتخليك ترحل او تحول اي اشي من معلوم لا. مجهول. وكلنا متفقين هسه. على انه passive زي نظارة توجيك. كيف النظارة؟ النظارة هيك هاي نظارة تفرج. هاي نظارة. اللي ها هون عدستين. عدستين. عشان تصير نظارة لازم مش عدسة عدستين. ما عظف. شو العدستين بخلوا ال passive passive. لازم يجيك احدى اشكال b. احفظوها هادي. احدى اشكال b. واحد بيحكي شو يعني احدى اشكال b. يعني ام و از و ار و و از و اير و بي و بين و بين. صح؟ طيب احدى اشكال b زي التصريف ثالث. فشو بيميز ال passive؟ شو بيميز؟ شو بيميز؟ ما يميز ال passive؟ ما يميز ال passive؟ شو بيميز ال passive بالحياة؟ لازم يكون جواته النظارة. اللي هي احدى اشكال b مع تصريف ثالث. تفرج هيبين مع ثالث. صح؟ تعال هنا. لازم يكون هيواز مع ثالث. هيئز مع ثالث. فلازم انه ال passive تعرفوا شكله. لازم يكون فيه جواته b مع تصريف ثالث. فيه طالب بيحكي شو ما استفيد من هادي جماعة؟ انا لسه بزحف في المادة. يعني باشي كل شي بدي احكيه رح يطع منه فائدة. فائدة كبيرة. مبدئين احفظوا النظارة. انه ال passive لازم يكون فيه b مع تصريف ثالث. احدى اشكال b مع تصريف ثالث. طيب مثلا لو حكيتلكم. لو حكيتلكم has eaten. هذه passive. بدي اجابه يا اه يا لا بس. جابكم يا اه يا لا. has eaten passive. طبعا لا. طبعا لا. واحد بحكي ليش لا ما فيها النظارة. في عندك تصريف ثالث صح؟ هاي فيه ثالث اه اوكي بعترف. بس وين ال b ما فيه b. هادي مش passive. هادي جملة عادية هذا active. هادي عادة تنسل. طيب. has been eaten. شو هادي؟ passive ولا مش passive؟ هادي اه طبعا passive لانها فيها b مع تصريف ثالث. طيب. is eating. هادي passive او لا لا. الجواب. لا. واحد بحكي طب فيها b يا عمي ماشي فيها b. it's okay. فيها b بس هادي عدسة واحدة من النظارة. من النظارة ما بتتشكل بعدسة بتتشكل بعدستين. فمعناته ما بينفع هادي active. عادية جملة طبعية تنسل. لكن is being eaten. is being eaten. هادي passive ليش؟ فيها b. احد اشكال b مش سألين اي شكل. مش مهم. زائد تصريف. ثالث. اتفقنا. طيب. نرجع هسا لموضوعنا ها. شو اللي تعلمنا انا بياكل هسا. شو شو تعلمنا. تعلمنا نحول. عرفنا اوش الدرس خطير. ارمي يا جميل. تعلمنا نحول من معلوم لمجهول كل الانجليزي. لعندي ولس لان اتجاي بالجامعة طول حياتكم عن طريق نظرية. الرحيل اللي شفتوا ما بدها الدراسة صح. طيب. هسا تطبيقات وما تطبيقات وكله بعدين. اوكي. واخر شغل شو تعلمناها انا بل ام الحصة. تعلمنا انه عشان جملة تسمى passive لازم ينطبق عليها شرطين. وجود احدى اشكال بين مع تصريف تاتل هي النظارة. خلاص. طيب. انتوا بالفصل الثاني مطالبين بالعكس. بالفصل الثاني مطالبين بالعكس. برضو مش بس من معلوم لمجهول. هاد فصل اول. مطالبين برضو من مجهول لمعلوم. لمعلوم تعكس الحالة. خلاص. فهسا توجيه يبدأ علمكم كيف نعكس الحالة. وكل التطبيق بعدين لا تخاف عليه. راح نطبق. اوكي. يلا هس اجاك passive. بدك ترجع لactive. خلاص. ثلاث خطوات. رياضيات. هاد مش انجليزي. رياضيات. بك ترجع من passive عكسي لactive. ثلاث خطوات. واحد. حد التصريف ثالث. هايو ايتن. اوكي. هاي الخطوة الاولى عملناها. حد التصريف ثالث. خلصة. خطوة اثنين. تحذف جاره. مش جار جاره. ولا لعبوا ع اثنين كيلو. جاره. اللي جنبه. مين اللي جنبه؟ ام از ار. تحذفه. جاره. اخر خطوة. عنوع الحذفته بتحط الثالث. اصحل الحكي. عنوع الحذفته بتحط الثالث. يعني حددنا ثالث. اوكي. حدفنا جاره. ماشي. بعد ما حددنا الثالث. اجينا حدفنا. جاره. حدفنا جاره. بعدين عنوع الحذفته. بتحط الثالث. طيب. ام از ار. مش مضارع. مضارع. طب شو المضارع من ايتن. يا ايت. يا ايتس. هاي رجعت. رجعت. بعدين افعالك. لازم تقل واحد. تقل واحد. ليش؟ لانك انت لما حولت من passive لactive. رجعت عكسي. حدفت واحدة. حدفت المستأجر اللي جبته. طلعته من بيتك. مستأجر جبناه قبل شوي. صح؟ معناته من علامات الحل الصح. من active لactive. بزيد واحد. من علامات الحل الصح. من passive لactive. هيك الرجعة. بقل واحد. نيح؟ طيب. كمان واحدة. لان ما فهم. ثلاث خطوات. واحد. حد التصريف الثالث. ايتن. اتنين. احدف جاره. وازوير. ثلاثة. عنوع الحدفته. عنوع الحدفته بتحط التصريف الثالث. خلاص؟ طيب. شو وازوير؟ ماضي. شو الماضي من ايتن؟ ايت. هاي رجعت. وقلت واحد. صح؟ كمان واحدة. خطوات الحل. واحد. حد التصريف الثالث. ايتن. تنين. احدف جاره. بي. ثلاثة. عنوع الحدفته بتحط التالث. طيب شو نوع بي؟ مجرد. شو المجرد من ايتن؟ ايت. لزق الويل مع ايت. طلعت ويل مع ايت. هاي رجعت هنا. رفرز. يلا واحدة أصعب. خطوات الحل. واحد. حد التالث. حددنا. اتنين. وشطب جاره. شطبنا. جاره مش دروحولي هونة. تخربولي الدنيا جاره. ثلاثة. عنوع الحدفته بتحط التالث. طيب شو نوع الحدفته؟ مجرد مع اين جي. مجرد مع اين جي. شو المجرد من ايتن؟ ايت. مع اين جي. ايتنك. لزقها مع ام از ار. ما حدا لمسها هادي. لزقها مع ام از ار. بيصير ام از ار ايتنك. هاي رجعت ام از ار ايتنك. افرد حولتها لهيك. حاب تطمئن. ارجح حولها. اعكس. ها بترحل ايت بتصير ايتن. النوع مجرد بدهبية بتصير بينك ام از ار. اعكس. حد لقى حالك حال الصح. طيب. اسهل طريقة. للرجعة عكسي. للرجعة عكسي. مع الهاب والهاز والهاد. انك البينة اللي حطيتها تشيلها. تشيلها. فلو مشيت عن نظرية الرحيل. اسمعها شو بيصير؟ رحيل عكسي. حد التالت. حددنا. اشطب جاره؟ شطبناه. عنوع المشطوب بتحط هادي. طيب مش هادي تالت؟ شو التالت من ايتن؟ نفس ايتن. بتصير هاب هاز ايتن. ايها. بس في شي اسهل. مثل مع مينتها باسب. حطيت بين. لما ترجع فيها بالعكس اكتف. يعني مشيل البين. بس وخلص. فإذا بالنسبة لهاب هاز هاد. حط بين بتصير باسب. شيل البين. بتروح من هالباسب. انتفقنا؟ فإذا توجيه بكل بساطة. خطوات الحل للتحويل العكسي. خطوات الحل. للتحويل. العكسي. ما يعني العكسي؟ يعني التحويل من مجهول. الى معلوم. خطوات الحل. واحد. حدد تصريف ثالث. اثنين. احدف جاره. جاره مباشرة اللي سابقه صح؟ ثلاثة. تبعا لنوع المحدوف. هذه خطوات الحل العكسية. نضع التصريف الثالث. هذه خطوات الحل. حدد بي بي. احدف جاره. تبعا لنوع المحدوف. نضع حط التصريف الثالث. هيك يا توجيه. بكون. انا وياكم. اتعلمنا كيف نحول من معلوم لمجهول. اتعلمنا كيف نرجع من مجهول لمعلوم. طبعا ما طبقنا وراء اشيء. تطبيق بعد شوي. خلاص؟ طيب اشيء بدانكو اسئلة بس. لا لا دخلنا على الثاني خلاص. هون في واحد من الطلاب بحكوا. السادة الهسة. هادي لسا مادة الفصل اول. لا لا. توجيه مجرد ما انا طلعت من نظرية الرحيل هيك. مجرد ما خلصت اكتب فسب. وبدأت بالعكس. دخلنا على الثاني. دخلنا على الفصل الثاني. زمان دخلنا على الثاني. طيب. ماشي. الشغلة البعديها. هذه الجمل كلها تبعد فصل اول. ما ابدأ احكي عنها. بدي اهتم بجمل فصل الثاني. اوكي. يعني هذه كلها اخدناها موجود عندكم فصل اول. ما ابدأ احكي عنها. انا ابدأ اركز على جمل الفصل الثاني. يلا. قعد كتابة الجمل التالي. عرب ماثماتيشنز يعني الرياضيين العرب انفنتد الجبرا. اخترعوا الجبرا متى نقطة هنا. حاط لك الجبرا. سؤالي كيف تعرفوا بالامتحان انه مطلوب يتحول عادة طبيعي الكلاسيكي من معلوم الى مجهول. اسمعت السؤال؟ اغير طبيعة السؤال. كيف بدكم تعرفوا بالوزارة انه مطلوب تعيدوا كتابة عدرس الكمبراتف والسوبرلاتف. كمبراتف والسوبرلاتف. بيقول حاط لك مور حاط لك لس حاط لك أز. اوكي. طيب. كيفكم تعرفوا انه مطلوب يتحول عدرس الاسئلة المؤدبة. تبعت هذيك المرة. اللي هي كود يو اكسبلين. دي يو نو. اي واندر. ما بدكم تحفظوهم صح؟ فهم كل درس على ايش يدل عليه. حاس السؤالي. كيفكم تعرفوا بالامتحان؟ لما يجيب لك جملة عيد كتابتها. جملة عيد كتابتها. جملة عيد كتابتها. انه هذي مطلوب تحولها من معلوم الى مجهول. عادي التحويل عادي. مش العكس العكسي. العكسي بعدين راح ناخده. خفوش. نيح. يلا تحويل عادي. الجواب. رائعين. بس. شو فيعته يجيب. الرياضيين العرب فاعل. اخترعوا. فعل. بحكي فعرف انه فعل. الله اكبر. ايدي فعل. الجبرة اخترع الجبرة. الجبرة عبارة عن مفعول به. اذا شفتوا بالامتحانات. المفعول به. زي الجبرة. العرب اخترعوا الجبر. علم الجبر. شفت المفعول به. نط من الاخير على الاول. اعرف انه هذا فورا. حول. الى passive. عادة عادة تحويل. مش الاكسي هذا التحويل عادة. حول من معلوم الى مجهول. هذيك بعدين راح ناخدها. ما اتخاف. نيح. طيب. معناته اول من مفعول به. نط من الاخير على الاول. حول الى passive. اذا ما انت بتحول passive. اذا كان مفعول به. في البداية. اذا كان مفعول به في البداية. هو راح تحول الى passive. المنكم الشاطر بالانجليزي. كيف يندلع المفعول به. يا عم ايدي فعل. بعد الفعل. اي واحد يعرف يمفعول به بالحياة. صح. طيب. شو بصير حلها هادي. يلا خانشوف. نمشي على ناظرية الرحيل. invented. شو الفعل. هايو. الفعل invented ماضي. برحل شو بصير. invented. invented. نفسه ليش. انكم بتعرفوا التاني. اذا كان التاني ايدي برضو التالت ايدي. play, play, play. اذا التاني ايدي. التالت ايدي معروف. طيب. invented نوعه ماضي. رحل شو . مين بيقرر وز و و ز. البيقرر وز و و و отд. مش هادي. مو هادي الفوق. شو دخالكم بالفوق؟ البيقرر وز و وца الكلمة اللي كتبتها الوزارة هون. هذه. الى عندها الفراغ. اللى عندها الفراغ. بتقرر و و ز و ور طيب. الجبرا شو مفردة شو بدها واز فبتحكي الجبرا واز انفنتد بتاخد علامة كاملة ونقطة وانتهينا صح وما في تكملها فيش حكي هنا زيادة اكتبه صح طيب هسا في طالب بيحكي استاذ ليش ما حبتت باي عرب ماثماتيشينز هادي اختيارية توجيه هادي اختيارية كتبتها ما كتبتها احنا ما بنهتم فيها ليش اسم الدرس مبني للمجهول مجهول يعني حلو العمل الشغل شو يضل مجهول فهنا العرب اختروا على الجبرا الجبرا خطرات مش ضروري احكي باي عرب ماثماتيشينز واحد بيكي طب انا بحب اكتبها اتش اوكي كتبها باي عرب ماثماتيشينز ولا هيمكم هي كتبناها لكن هل هي مؤثرة هل هي بزيد علامة او بدمقص علامة اكيد لا يلا التاني اكوميتي لجنة will be interviewing me for a job اكوميتي اللجنة فاعل will be interviewing هايها will be interviewing هاي الفعل مي مفعول به طب المفعول به نط من الاخير على الاول شو اسم الدرس هسا واحد بيحكي بس استاد مي تغيرت صارت اي اه طبعا موقع مفعول به لما راحت على بداية الجملة صارت تاخد موقع الفعل زي بالعربي نائب فاعل النائب فاعل هو فاعل هو مفعول به بموقع فاعل نائب الفاعل هو مفعول به موقع فاعل قتل الرجل الرجل نائب فاعل هو مفعول به لك بموقع الفاعل طيب فمي لما ادروه على الاول شو بتسير اي هسا انتو راح تحلوها بس انا بتغيرت شاشكو الشغلة شو هي اللجنة will be interviewing me for a job مي مفعول به اسم الدرس باسب صح الشغلة بتغيرت شاشكو اياها will be interviewing ثلاثة اذا ما صارت اربعة وما انتهت بتصريف ثالث انتو ما اخذين سفر هاي اللي بقدر احكي انا بس يالك تقولي حلها بديك تحولوها على بس لازم يطلع اربعة وينتهي بتصريف ثالث غير هيك انسوا العلمات يالله حدا يحل اكتبوا جماعة حلها ايبدو اعطيكو عشرة عشرين تانية اطبعوا حلها will be interviewing ثلاثة بتصير اربعة وبتنتهي بتصريف ثالث اشوف will be being interviewed perfect perfect الحل ما شاء الله عنا نبدأ مع بعض will be interviewing وين فعل الرئيسي interview مش قلنا الان جي زيادة حتى بتاع بش معناها عدي interview قابل عدي مش انجي زيادة هي الفعل interview طيب ترحل interview بتصير interviewed اوكي هاي interview ماشي نوع لما رحلت مع الان جي مجرد مجرد صح؟ هاشي بتجيب الها بي شو بتصير بينك بعدين لا تخاف من حطة will be هذا اصلية ما معنى علاقة فيها بتنكتب ما منحذف اشي فمنحط هنا will be فشو صارت will be being interviewed طب كيف ما اعرف حل صح واحد اثنين ثلاثة اربعة هل انتهب ثالث اه خلاص توقع الله حل لك صح ما لك حل لك صح فإذا مترحل interview سارت interviewed مع اي نجي بي ذهب بي بتصير بي ينك ونزل will be ولا ما لكن الشغل هون بي وراها بي ينك وحده اصلية وحده باسل طب مرات مرات بيظل هون شوية تحكي بش مية راحة صارت اي بيظل هون شوية تحكي نزلو هادا الحكي for يجب هادا بنسميه تكملة خلاص فايدا توجيه دائما بهذا الدرس شو انتو بتغلطو الشاطرين بيغلطوا بايكا بنتبهوش للمفرد والجمع ولا تنسى التكملة يعني زي هادا تكملة اللي بتيجي بعد مية مش مية صارت اي بعدها في حكي اكتبوه هون الجبرة كان بعدها ما في حكي ما كتبنا اي شي فانتبهوا بالله اهل التكملة وانتبهوا اكثر المفرد والجمع هاي غلطة الشاطرين شو يعني انتبهوا المفرد والجمع يعني هون الجبرة بتاخد واز لو كانت مثلا اشي تاني جمع كان بتسير وير هادا شغلتكم مش شغلته اوكي يانا فانتبهوا المفرد والجمع ولا تنسى التكمله البعدي هون باي تو ثوثان تونتي فايف سي اي هاي هاو نحط كلمة حطها مرة جمعة بجيب شغل وبعيدها دائما في الانجليزي تباكم اذا جاب اشي فوق وعادوا تحت خلاص هاد عنصر ميت انسوه مالوش دخل بالسلافة كلها خلاص اشي جابوا فوق نزلوا تحت خلاص انسوه طلعوه انسوه طيب the minister of transport فاعل will have changed فعل our public transport system نظام النقل تبعنا مفعول به اذا minister of transport فاعل will have changed فعل our public transport system مفعول به طب هاي our public transport system مفعول به بده في البداية اذا passive طب شو اسهل اشي بالدنيا للpassive بعد رهاب ارمبين صح هيكم اسرع مني فجواب بدي يصير will have been change وانتهت كل حكاية طيب هل فيه تكملة لا لانو تفرج هورنا system هاي اخر كلمة transport system حطناها بالاول هل بعدي احاكي لا لو في حاكي ما نحطه طيب ممكن احط باي اه ايش يبعود لكم تقدر تحكي باي دا minister of transport اوكي طيب هاي الطريقة الاولى الامتحان اكتر ايش بهمني منها كيف تندل عليها مفعول به بنط من الاخير على الاول صح طيب طريقة التانية بيجيك عشكل دوائر دوارة بالامتحان او صلح فعل نيح وبطر جيبوا عفك اصليح فعل ايصليح فعل هادي صح صح صار كله جيبوا دوائر اسهل لكم اسمعوا شو بدي اكوا تعملوا اذا جابوا دوائر بتتفرجوا اذا لقيتوا باي زائد فاعل واحد بيحكوا استاذ شعني باي زائد فاعل يعني مش باي 1950 هادي باي مع زمن 1950 باي يستردي لا 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 هذا زمن باي محمد باي رامي باي the ministry مقبل الوزارة اذا لقيتوا باي زائد فاعل فورا بتحلوا على اذا ما لقيتوا باي زائد فاعل شقلي بقلب هالجملة ما لقيتوا باي مش قلنا باي اختيارية ممكن ما تلاقيها طيب شو بتلجأوا تلجأوا للترجمة هذا اللي بحكي معادن الاول على فكرة تلجأ على الترجمة اذا طلع بالترجمة ضمه ضمه قتله كسره نهبه ضمه 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 زي العربي ضمه بتحل على بسذ لانه بالعربي بميز البسف قتله كسره بميز العربي بميز البسف الضمه اذا طلع ما في ضمه ما في مش بنية بنى مش قتله قتل فيش ضمه بتحله تنسز عادي تنسز تبع زمان تبعكم الاصلي منيح معناته بحالة اجد دوائر او صلح فعل مش قاعد كتابه لقيتوا باي مع فاعل بتحله عطول بسف لقيتوا ما فيه هنا ما في باي مع فاعل فيش باي مع فاعل بترجم طلع ضمه بكون بسف ما طلع ضمه بكون تنسز يلا مش فاهمي مستر طارق والد جوب باي دي مانيجر طب هاي باي صار وهاي مانيجر المدير مش باي زائد زمن هذا اسم حقيقي هاي باي مع مانيجر اذا هادي بسف روعة هاي باي زائد فاعل بسف بدون ترجمة طيب هون كاتبين لك في الامتحان ويل جملة كتابة هودون جملة امتحان كاتبين ويل طب ويل مش بتدل على مستقبل طب المستقبل بحالة الباسف هاي هاي المستقبل بحالة الباسف هاي ويل ايت مستقبل بسير ويل بي ايتن صح؟ الفعل اللي عنا ها اذا انتبهتو له اللي هو اوفر صح؟ فلو كانت هنا في عنا ويل اوفر ها لو كانت هادي ويل لو كانت ويل اوفر ترحل اوفر بتصير اوفرد نوعها لما رحلت مجرد شو بدها بي بعدين شو بنعطيها؟ ويل بتصير ويل بي اوفرد كيف ويل ايت صارت ويل بي ايتن ويل اوفرد بتصير ويل بي اوفرد بكل هدوء بكل بساطة معناته هادي انحلت خلص ها ما اعطيك باي دلتك على الباسف حاط لك ويل طب الويل بي حاطة الباسف ويل زائد بي زائد تصريف تالت فبتحكي ويل بي اوفرد كمام؟ وبطل على فكرة والله بطل يجيب وهيك صارت دوارة دوارة اسالك بيجيب لك ويل بي اوفرد وهاز اوفرد ويل اوفرد ابصر شو؟ مهم بينه صح؟ لما يكون في عندك ويل زي هنا مثلا مستقبل بي دهب بي مع تصريف تالت ت لغة الاشارة بالقرن 16 هل في باي مع فاعل؟ لو كتبوا لغة الاشارة في القرن 16 باي اسم المخترع صح؟ ما في طيب ما في بلا شو يعني بترجم هاي بترجم طلع ضمة بحل على الباسف ما طلع ضمة بحل تنسز يلا خلنشوف لغة الاشارة invent يخترع صح؟ لغة الاشارة اخترعت اخترعت في القرن 16 اخترعت؟ لغة الاشارة اخترعت ولا اخترعت بالضم زي ما اتفضلتو؟ مش اخترعت اخترعت اه مازال اخترعت ضم اذا باسف طيب ضل باسف مضارع باسف ماضي باسف مستقبل فهمين في مئة باسف طيب قرن 16؟ قرن 16 مش ماضي؟ معناته بدك باسف بحالة الماضي هيو وازو وير مع تصريف تالت صح؟ والله انا سهلة ما فيها ولا اشي انه لغة الاشارة اخترعت وهو انا ماضي الماضي بده وازو وير مع تصريف تالت طيب sign language مفرد شو بدها؟ واز لو كانت languages كان ويرو خواه؟ والتصريف التات من invent بالاخيره Our final sense project has as the best project خلاص؟ طيب ما فيها buy مع فاعل؟ تعالوا نترجم مشروع العلوم اختار تشوز معناها هي اختار؟ اختار مشروع العلوم اختار 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 تم اختياره كاحسن مشروع تم اختيار مش هدا passive؟ طيب ما عد بتنحل على passive طيب شو اسهل اشي للتعامل مع هاز؟ هابو هازو هاد ارمي بين هابتحط هاز بين صح؟ بعدين تصريف التالت من الفعل اللي هو chosen تمام؟ بس هابتطلح على هاز بين chosen طيب كان ايام مش دوائر عشان مرات يحب يغششوا الطلاب بحطولهم بيه حطت البيه كأنه بقولك حط هنا بعد هاز بين بعدين ترمي تصريف تالت من choose by state chosen يعني نوع من التغشيش او مساعدة الطلاب بطل يعملوا الانواس انا صار دوائر طيب هيك توجيه اخذنا اللي احنا شوي شوي منزحف بالتطبيق اخذنا جمال عديد حولها من معلوم لمجهول واخذنا تصريح فعل طبيعي لسه ما دخلنا لها على عكس ولا عيش من معلوم الى مجهول طيب بس احنا ما لكم سؤالين وزارة هذه السلافة عشان ادخل على اشي تعني يل The historical and natural sites in wadiram اتوجيه في طالب طالب مني بحكي لي انه احنا ما منعرف السؤال من اي صفحة انت بتحل اسئلة الوزارة يعني منعرفش اي صفحة السؤال سرت احطلكو هون الصفحات من هون الخلص المادئ سرت احطهم دايما هون يعني مثل ما بتعرف هذا السؤال بين موجود في الدوسية بدك تعرف هذا السؤال بين موجود في الدوسية بتروع الدوسية صفحة 181 بتلاقي هذا السؤال وشكرا انه حكرنا يعني نبهنا الله يرضى علينا ممتاز طيب last year مش بتدلك عنها passive ماضي طيب الله اكبر هذا R مضارع وهادي have مضارع هاي الجواب ثاني حالة شفت ما اسهل هدوائر ما اسهل هدوائر كثير اسهل هاي buy مع فعل اذا نية passive وهي عندك last year ماضي طيب هاد مضارع R وهي have مضارع خاص وين بيزيتك وانتهت كل حكاية صح؟ طيب كمان واحدة هذه three of my articles last month in the local newspaper ما في عندي buy ما عندي buy طيب تعالي نترجم ثلاثة من مقالاتي publish ينشر ينشر طيب ثلاثة من مقالاتي نشرت الشهر الماضي ثلاثة من مقالاتي نشرت الشهر الماضي مش نشرت نشرت صح؟ طيب اذا passive طيب last month بقول لك هذا passive ماضي طيب هادي ها بمضارع وهاز اصلا تزبطيش هون articles جمع بصير ش معها هاز؟ articles جمع بصير معها هاز لا والله ما انا شايف والله انا شايف last month اذا على السريعي جواب where published كثير اسهل كثير اسهل ما بتتخيله لما يكون دوائر فاذا ثلاثة من مقالاتي مش نشرت نشرت اذا passive بحالة الماضي طيب هذا عادي تنسيز عادة هذا عادي مش passive هذا انا قصبين عشان نصير passive وهذا مالوش دخل لانه هادي جمع هادي مفرد وهذا مستقبل جواب where published تمام؟ بكل بساطة الله ما اضع فيه توجيه مرات صراحة بيسخفوا الاسئلة لذرجة انه بشهر انا وياك وتعبنا راح على الفاضي تحكي لك وليش لو واحد ما انتبه على الضم وما قاعد يترجم passive وهلا بحاله خلاص last month بدي لها ماضي يا اخي والله هادي مستقبل وهادي نعارف مضارع وهادي مضارع وارتكل استخدش هون هاز لانها جمع خلاص كل شي بقول لك where published حللتها بعلم بعمق ثلاثة من المقالات مش نشرت نشرت ضم في الماضي اذا مجدها where published فحللها عموغ حلها صفحة منخلها نقدرها بالتكتير اوك اوك انا